صباح الفل على حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدين في كل مكان في العالم بداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي كالعادة مليانة تفاصيل كتير تخص النادي الاهلي وطبعا كالعادة برضو هنتكلم مع حضراتكم عن كل الإنجازات اللي بيحققها أبطالنا وبطالتنا المصريين في الرياضات المختلفة صباح الفل عليكم وصباح الفل عليكم صباح الخير كريم طبعا صباح الهانة ونهاية الأسبوع عشر صبح في الاهلي بصباح لحضراتكم جميعا ويمكن للفترة دي بفياش أخبار كتيرة جدا تحديدا خاصة طبعا بالنادي الأهلي لكن عندنا المنتخب وأخبار المنتخب والكواليس وإن شاء الله المواجهة الأولى مع جبوتي للحد ما نقدر نقول متطمنين بشكل كبير جدا لكن برضو العبرة بالمباراة لأن فيه مباريات كتيرة جدا كنا خليني أقول للأسف يعني ضمنين النقاط الخاصة بيها لكن الأداء بيكون ليس الأفضل وكمان النتيجة أكيد بتكون بالتالي ليست الأفضل فلنتمنى كل التوفيه وحنتكلم طبعا في كواليس المنتخب واللعيبة وغيره سكيان نوه عن الضيوف في البداية زي ما احنا متعودين كالعادة الساعة الثانية فيها فقرتين حواريتين الفقرة الأولى هتكون عن الكاراتي وحنتكلم بحضرتكم بالتفصيل في هذه الرياضة الفقرة الثانية مع الناقد الرياضي كريم فضل وحديث بقى مطول عن القادم في مشوار النادي الأهلي وخصوصا للنادي الأهلي ان شاء الله الفترة جاي عنده تحديات كتيرة وكبيرة بداية كده خلاص كلها 24 ساعة وتنطلق يعني أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال طبعا لمنتخبنا الوطني هتكون ضربة البداية مع جيبوتي في استاد القاهرة الدولي احنا طبعا هنا من خلال قناة النادي الأهلي أكيد بندعو كل حضراتكم كل جماهير كرة القدم المصرية جماهير الأهلوية والزمالكوية والاسماعلاوية والاسكندرانية كل عشاق كرة القدم في مصر بندعو الكل لحضور المباراة غدا إن شاء الله ومؤذرة منتخبنا طبعا باب الحجز كان مفتوح من أول مبارح على موقع تسكرتي ولازم كلنا نكون وراء منتخبنا في ضربة البداية اللي أكيد هتفرق كتير وهو بيلعب على أرضه ووسط جماهيره المنتخب خلاص اكتملت صفوفه بالفعل بوصول بقية المحترفين اللي الحقيقة كلهم بدون استثناء عاملين مباريات ممتازة في دورياتهم المختلفة اللي هم بيشاركوا فيها سواء كانت الدوريات العربية أو الأوروبية وحيختتم المنتخب تدريباته النهاردة وحيكون في محاضرة بالفيديو يعني لآخر مباريات منتخب جيبوتي